العشرة من الصياد للخواص بولاية باتنا نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية الصحة للولاية رفعوا خلالها عدة مطالب واحتجوا على ما اعتبروه قرارات تعسفية صادرة في حقهم من طرف المديرية ذكروا على رأسها إعذالات غير قانونية منحت لكثير منهم من قبل لجنة تفتيش أرسلتها المديرية نتيجة التجاوزات التي ارتكبها المفتشون خلال عمل التفتيش التي شملت جميع صيادة الولاية حيث كانت نتيجة هذه التفتيش إرسال إعذارات جوزافية غير قانونية لجميع الصيادلة الصيادلة هددوا كذلك بالتصعيد وأعلنوا عن الدخول في إضراب إذا ما استمر ما اسموه تجاهل مديرية السحة لانشغالاتهم في حالة عدم استجابة الإدارة سنقوم بإضراب يوم التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر نوفمبر في المرحلة الثالثة إذا لم يكن هناك تحاور ولم يكن هناك استجابة من طرف الإدارة سنواصل إضرابنا من يوم الثالث عشر نوفمبر لمدة خمسة أيام مدير السحة بالولاية نفت تهم الموجهة إلى مصالحه واتهم الصيادلة بالخلط بين الصلاحيات ورفض إجراءة قانونية والتدخل في مهام الإدارة في مئة وتسعين تفتيش اللي يتم من ضمن 329 سيدالية القيناة 145 غائب نقول لهم بارك الله فيكم يا رحمة والديكم زيدوا تغيبوا ولنبعتوا لها إعدار قال عدل نفسك كان اعتبارات أخرى اللي رام حالين مخابر خمسة عشر وواحد حالين مخابر بش حل مخبر اللي قد تكون عندك إجراءات أخرى سيدالية حل فيها مخبر تبادل التهم بين نقابة الصيادلة ومديرية الصحة في ظل انعدام مساعي الحوار بين الطرفين من شأنه جر القطاع إلى وضع مأسوي سيكون المواطن أول ضحاياه